وكان وزير خارجية سمح شكري قد عقد اجتماعا ثنائيا مع وزير خارجية السعودي فيصل ابن فرحان وعقب الاجتماع ترأس الوزيران في لجنة المتابعة والتشاور السياسي وأشرت وزارة الخارجية إلى المشارات المكثفة على جدول أعمال وفدي مصر والسعودية لتطوير أليات التعاون الثنائي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتنصيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة ترجمة نانسي قنقر